طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء وهات الغلا والرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الزرى وإن تجهد بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديثه غسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آلست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدا فلما أتاها نودي يا هموسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوهد المقدس قوا وأنا اخترتك فاستمع لما يرحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد وخفيها لتجزى كل نفس بها تسعى ألا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بأمينك يا موسى قال هي عصايا توكأ عليها وأهش بها على غنبي ولي فيها مآرض أخرى قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حيتها هو تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كاتبنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أني قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو اللم وألقيت عليك محبة مني ولي تصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقرع ليلها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الخم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي إذهب أنت وأخوك بآياتي ولها تنيها في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه قطى فقولا له قهله لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط عليناها أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا لا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فما ربك ما يهوه سا قال قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولى قال علمها عاد ربي في كتاب لا يضل ربي ولا يأسى الذي جعل لكم الأرض مهدم وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانها سوا قال موعدكم يوم الزينة وأي يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذابا وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا نجوا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلام قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم هم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك آت الأعلام وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمتم له قبل أن آذن لكم إنه أول كبيركم الذي علمكم السحر فلأقدرن أيديكم وأرجلكم من خناف ولأصلبنكم في جذوع المخل ولتعلمن أينا أشد عذابها وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فقرنا فاقضي ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنما أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه هو من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمن قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلام جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء ما تزكى ولقد أوحيناها إلى موسى جزاء أسرب عبادي فاضرب لهم طريقها في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليمن ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هذا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تقغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا وإني لغفار لمن هاتاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوارا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضررا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون منها قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأقعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إليهم موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبدتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أها تقول لا بساس وإن لك موعدا لن تخلفا واضر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لنسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم يوافخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ياسفها ربي نسفا فيذرها قاها صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا أقما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم أجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلي سابا فقلنا يا آدم إن هذا ودول لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إلي الشيطان قال يا آدم ولدلك على شجرة الخلد وملك لا يبنى فأكلا منها فبدت له ما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوام ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن لوم عيشة ضاكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك تذكى آياتنا فنسيتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفنم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأقراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لغلاء أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخسا قل كل متربصوا فتربصوا فستعلمون من أصحاب السراط السوي ومن اهتدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب لا ريد فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماع إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان بالطين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون لنا كسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها فروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم يعفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كما كان فاسقا لا يستهون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار وأما الذين فسقوا فمأواهم النار وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها ما أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكوى في مرية من لقائم وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا ينقلون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكلهم إن في ذلك لا آيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا بيور فأعرض عنهم وتظر إنهم متظرون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر